في مصر تعقد جبهة الإنقاذ الوطني اجتماعا طارئا بمقر حزب الوفد تناقش فيه تطورات الوضاع على الساحة السياسية كما ستناقش اختيار مرشح من داخلها من عدمه فيما يأتي حمدين صباحي أبرز الخيارات المطروحة داخل جبهة الإنقاذ بحسب صحيفة اليوم السابع ويعتمد ترشيح الجبهة لأحد أعضائها في حال إعلان الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع عدم نيته الترشح للرئاسة أما في حال ترشيح وزير الدفاع للرئاسة فإن الاتجاه الغالب داخل الجبهة سيكون بعدم الدفع بمرشحها لها